خلينا نشوف الطاقة العامة لإلك كيف حد تكون هذا الشهر انتصار من بعد هزيمة أو هزيمة كانت في الماضي رح تتحول لانتصار لأنه الكرت مش هيك إذا هيك فهو هزيمة ولكن هيك انتصار طاقة حلوة برج الجدي كمان ما ننسى انه كان تعبان يعني مش عارفة كتير الناس عم بتكون تعبانة هاي الفترة من كل الأبراج فبدنا نصبر خلينا نشوف بشكل عام بعدين بنشوف شوية عن العاطفة رح تروح يمكن انت والحبيب على حفلة معينة أو يمكن تلتأوا شغلوا موسيقى مش عارفة وترقصوا عليها زي ما هو بالصورة على فكرة فيه هون مكان لمفتاح ومكان لمفتاح كل واحد ورا مفتاح فمبين انه كل واحد عارف مفتاح الثاني وكأنكم لكم فترة طويلة عم بتكون مع انه هاي القراءة مش عاطفية بس بيانت فيها العاطفة فبشوف هون تنين عم بيعشقوا بعض عم بيحبوا بعض لطريقة للجنون عم بشوف مشاعر كتير داخل الصورة يعني مش بس صورة طيب يعلى علاقة سلاسية بهرب منها انا بهرب منها هي والطاقات السلبية بس ورانا ورانا حبايبي الطاقات عم بتكون قبل ما انسى يعني الطاقات عم بتكون مائية ترابية نارية اكتريتها طبعا انا بحكيه بيان عنا بالجهتين مع انه هاي مش قراءة عاطفية ولكن بيان عنا انه فيه بالماضي خلينا نقول او ببداية الفترة هاي رح تستمر شوي العلاقة الثالثة او الطرف الثالث اه بعدها رح يكون اللي هو انت اه معاك مفتاح معين بجنب العلاقة الثلاثية طلع كمان عنا اللي هو شبه انتصار او قربت كتير من الانتصار زي ما قولنا العلاقة الثالثة ما انتهت تماما رح تنتهي كمان شوي يعني كمان فترة صغيرة ولكن الاتصار للك بجنبهم يعني ملاصق بعضكم عم بيغير عم بيغير مسكن او عم بيغير بلد كان يحلم في هذا الاشي من زمان وهلأ عم بيتحقق او انه منزل جديد اساسا يعني مش انه ما كان عندك يعني مسكن وصار في عندك او كنت مستأجر قصدي وما كان وهلأ صار في عندك بيت او عم تنوي على هذا الاشي عم تشتغل عليه فعم بشوفه بيدك المفتاح هذا او ممكن يكون مفتاح سيارة او مفتاح قلب الحبيب ممكن يكون فشي حلو كتير بشوف هون فيه جنون بالحب فيه تنين عم بيلتقوا بعد فترة طويلة يمكن يصير فيه عناق يمكن ما بعرف يمكن تعبروا المهم بالتعبروا بالطريقة اللي بتناسب يعني كل شخص وثقافته بس انه رح يصير فيه تعبير كتير بالحب رح تكون المشاعر متبادلة وهي اساسا متبادلة رح تحاولوا انه تبعدوا تبعدوا بشكل عام عن الطاقات اللي حواليكم عم بشوف هون نجاح في العمل نجاح في العاطفة لبرج الجدي الناس اللي سافرت اساسا قردي من برج الجدي ما توفقت اذا كانوا سافروا باول السنة فهم يمكن يكونوا حسوا حالهم ما توفقوا انا بقولهم اصبروا شوي الخير جاي لقدام بهذا البلد الجديد فما تخافوا او كزا لا شايفيتك معلق موضوع يمكن انك الرجوع للشغل معين انت تركته لبلد معين فيه ببالك شي كبير مصيري او الرجوع للحبيب ولكن معلق يعني تاركها على ربنا وكأنك انت حاط زي ما بقوله حاط اجر ورا واجر قدام عم بتحاول انك هذا الموضوع مش بس عاطفي حبايبي يعني ممكن تكون بشكل عام ما عم تقدر تسحرك هاي الفترة في امور رابطيتك ولكن انت جاهز جاهز للتغيير فيه تغيير في حياتك رح يصير حكينا عن الطاقات هذا بشكل عام الصحة طلعت عندنا حلوة كتير طيب نفتح اللي هو باي ورق نفتح بهذا نشوف العاطفة كيف شكلها هاي الفترة ليش يجدي حاب بتعود لحالك ما بدك حدا ما بدك علاقات عاطفية ما بدك شي بس بدك تعود لحالك في الباط بس بده يرتاح يرتاح من كل الضغط طبعي الحياة ويبعد يعود لحاله ينعزال بالموضوع حابين تنعزلوا البعض منكم حابب انه يبعد بيغض النظر عن الناس اللي منيح واللي مش منيح عم بيكون ما عندك صبر هاي الفترة على الناس يعني دغري بتعصب على العالم دغري بلا انا بقولك امسك اعصابك هاي الفترة عم بتكون صعبة على كتير من الناس فامسك اعصابك عبين ما يصير فيه ومبين انه فيه تغييرات حلوة لقدان شوف هاي ما احلاها طلعت مقلوبة كمان يعني انه طلع كتير حلو لو هي مش مقلوبة شوف كيف قديش صعب الورقة كلها صعوبات كلها اوهام كلها تحديات كلها شغلات يعني تقريبا مستحيلة وكأنه بيقولك الورق انه الشغلات اللي كانت مستحيلة بالنسبة اليك وكنت يعني حاسة انها بعيدة طبعا ان بحكي على العاطفة فهي لا ممكن تكون بين اديك هون بشوف الطرف التاني حاسس انه كتير تعبان كتير حاسس حاله ضايع طول الوقت عم بيفكر فيك خاصة بفترة الليل يعني يمكن بفترة الصبح او النهار بيكون عم يشتغل بالليل عم بيفكر فيك كتير عم يتمنى انه يعرف اخبار كذا كمان في مراقبة من الطرف التاني يعني برج الجدي كمان عندك نوع من الادمان عم يزعج الطرف الآخر او انت نفسك يعني عم يزعجك ولكن مش قادر انك تتركه فهي الفترة مناسبة اذا كنت نهوي تترك ادمان على شي معين انا ما بقول يعني ادمان ادمان يعني ممكن يكون على اي شي مش دايما معناها اللي هو سلبي هون بشوف فيه الطرف الثالث ولكن اللي هو بعيد يعني من بعيد عم يأثر عم بيأثر او عم بتفرج او عم براقب او عم بحاول يعمل تغيير في حياتك انت والشريك ولكن لا ما عم بشوف له تأثير كبير ولكن انت بشكل عام حتى بالعاطفة حتى باي موضوع من المواضيع اي مجال من المجالات الحياة حابب تبعد حابب انه خلص يعني تضلك انت والطبيعة ما حدا حواليك يمكن تعمل ميديتيشن يمكن تحاول انك تروح على يعني ما بعرف تعمل سياحة تحاول تاخد اجازة من الشغل هاي الفترة والله يريت يعني لانه شايفي فيه سترس كتير انت يعني كان موجود عندك على صعيد العلاقة في كتير ناس الحبيب رايح لهم ولكن يعني زي اللي خايف زي اللي متأكد انه انت راح تصده زي اللي عمل اشي كتير كبير ما راح تغفر له هو هيك حاسس هو هيك حاسس في عقله الباطن او في يعني جواته هيك حاسس انه انت ما راح تتقبل الموضوع هو يمكن عمل شغلة كتير كبيرة وجرح في الكلام ممكن القراءة تكون عكسية هون شايفي فيه تغييرات كبيرة راح تسير فيه فتحة فيه طاقة في حياتك راح تنفتح بشوف فيه شخص ممكن يكون من برج يعني هذا ما دخلوا في الموضوع ولكن اشخاص ممكن تكون بابراج هوائية او نارية او ترابية اكتر شي هوائية ونارية ممكن تكون واقفة في طريق هاي العلاقة لكن بشوف بالنهاية يعني بشوفك كتير مبسوط اه على فكرة انت شخص يعني مخفي جواتك او يعني اه عم تخفي جواتك كتير مشاعر حلوة وكتير رومانسية ما بعرف ليش ما عم بتعبر عنها عم بتعبر بالعكس عن النقيد فانا شايفيتك بتحب الشخص الاخر اه بتموت فيه ولكن عندك كنترول كبير على المشاق مش عارف ليش يعني اه الطرف الثاني بتهيقلي طرف يعني يستحق فليش انت عم بت يعني بتعامل معا بهاي الطريقة ولكن فيه صلح وفيه اللي هو تضبيط للامور فيه تصحيح للامور طيب ناخد اه مصيحة لبرج الجديد نفس اللي طلعت قبل شوي مش عارفة لقاي برج اه اللي هو استعين بالاخرين استعين حتى انت عم بتحاول انك تعمل كل شي بيدك حتى المشاكل النفسية مش المشاكل النفسية حتى المشاعر اللي جواتك قد ما تكون تعبان عم بتحاول تظهر انك انت لا انه انت قدها وانه انت ما عندك شي بس لا بقولك استعين خاصة في الشريك يعني ما في مشكلة احكي يعني وين الخوف ليش بتخاف تحكي او ليش بتعبر عن النقيض يعني عن نقيض مشاعرك عبر عن نفسك زي ما هي ما في داعي لانك تخاف او مهما كانت عندك تجارب شوي سلبية في حياتك هذه نفس الشي بيقولك بيقولك مش عيب انك تبكي البكاء بيحكي لك علاج للروح فابكي مو ضروري قدام حدا يزدك لحالك بس طلع مشاعرك ما تضلك يعني مضوط في الموضوع اي موضوع كان شوف بيقولك اهتم في حالك اكتر اكتر ما تهتم بالاطراف التانية خاص بكفي انه عطاء 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 يعني حاولت تعمل اكتر اتوفر سبل راحة لحالك كأنه بخلان شوي على حالك يا برج الجدي ما بعرف بنطلع لك هذا الكرت هون بيقولك انه انت راح تكون في يوم من الايام شخص صاحب سلطة هذا لا يعني بس انه في العمل ممكن يكون على العاطفة يعني انك انت تكون معاك السلطة انت اللي تكون قوي انت الكزا فبشوف عندك قوة معينة بالمستقبل انت اللي راح تستعملها للبعض في شهرة بالمستقبل راح يكون مشهور بالمستقبل ما بعرف على السوشيال ميديا او بالحقيقة بس انه راح يكون هاده طلع مقلوب اها قلت طلع مقلوب انت بتفكر طول الوقت بتقنيب الضمير بانه انت خلينا نقول مذنب بس اطلع الكرت مقلوب انت مش مذنب لا انت بالعكس يعني بس كالعادة في علاقة ثلاثية مبينة في الكرت حتى هون بيّنت مش عارف كيف بتنط الطرف الثالث هذا مش عارف كيف بنط على القراءات يعني حتى بالنصائح بيّن عنا فانا مش عارفة شكلي راح اجمع الكروت اللي فيها طرف ثالث احرقها يعني اطلعها من الورق المهم بيقولك انه انت شاعر كتير بانك صح انه بداخلك هاده الاشي ما بتطلعه كالعادة ما بتطلع لجواتك بس انت حاسس بتقنيب الضمير ناحية شي معين فبقولك لا امام يعني ما تحس بتقنيب الضمير ما بعرف شو الموضوع بس هي هيك كانت النصيحة حبايب وبرج الجديد بشوفكم بالقراءة الجاي بالفيديو الجاي ان شاء الله يكون شهر خير عالكل ما شكرا موسيقى موسيقى